دخل ملف اللجوء السوري في لبنان مرحلة خطيرة تؤشر إلى وقوع صدمات بين اللبنانيين والسوريين لسيما بعدما سميت بموجة اللجوء الاقتصادي المستجدة حيث تنشط بشكل لافت عمليات تسلل مئات السوريين عبر ممرات غير شرعية فاق عددها الخمسين معبرا والتي بمعظمها تحت سيطرة حزب الله أو شركاء له ووسط عجز شبه تام للدولة عن اتخاذ وتطبيق القرارات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة ارتفعت وطيرة المطالبات بطرد النازحين وأخطر تلك المطالبات تمثلت بطرح فتح المياه الأقليمية وغض النظر الرسمي والأمني عن الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية عبر القوارب التي تنطلق من السواحل اللبنانية وفي وقت تؤكد فيه التقارير سيطرة الفرق الرابع السورية بالشراكة مع حزب الله على الحدود من الناحية السورية في أماكن كثيرة تشكك شخصيات لبنانية سياسية وإعلامية أن تحصل عمليات التسلل من دون معرفة حزب الله أو شركائه الميدانيين كعادتها تروج ميليشيا حزب الله لنظرية المؤامرة حيث تحدث مسؤول ملف النازحين نواري الساحلي عن مخطط أمريكي أوروبي لإبقاء النازحين السوريين في لبنان من جهة أخرى ترى أوساط لبنانية معارضة للميليشيا وما يعرف بمحور الممانعة أن الموجة الجديدة من اللجوء هدفها إجبار اللبنانيين على إعادة العلاقات الرسمية كاملة مع الحكومة السورية وذلك ما يعتبره حزب الله مدخلا لحل الأزمة فلجأ الابتزاز المجتمع الدولي من خلال التهديد بفتح الهجرة البحرية أمامهم للوصول إلى السواحل الأوروبية بحسب المراقبين اتهامات حزب الله رفضها مصدر أممي في بيروت لموقع اندبندنت عربية نافيا سعي الأمم المتحدة لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان ورأى المصدر الأممي أن الفوضى الحاصلة في لبنان في ملف اللاجئين السوريين سببها تخبط السلطات اللبنانية التي تتقاعس عن إقفال الممرات الحدودية غير الشرعية اشتركوا في القناة